والعقصى يقوى 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 لا يخصى على كل متدقع لشعر الدولي ما سرى في هذه العيام من اعتداء سافر على حرومات المسلمين في المسجد الأقصى المبارك واعتداء على المرابطين فيه حيث أخدمت سلطات الاحتلال سيرضي على إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأول مرة بعد حمسة حقوق في وجه المسلين ومنعهم من رفع الآدان والسراتفين إن هذا الملعى الثالم لمبارسة يضاف للمرأة سلطات الاحتلال الهمجية لحق شعب فلسطيني ومحدثات عمى مع التمرار وصادرة العراضي وتوسيع دائرة الاستطاع واتساع عمليات تهويض للمحدثات فلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك واتسيات معاناة سكان غدثة نتيجة الحصار الجائر على القطاع وانطلاقا من واجب المحافظة والحفاظ على مقدسات العمى العربية والإسلامية واتفاعها تعلن التنسيقية المحلية لاتفاع عن الأقصى بالعرائش للرأي العام الدولي والمحلي والوطني ما يليم أولاً نستنقره لكل قوة بما تقوم به الشدمة المفسدة في العرض meats الشه�들 ويحسنت وعرائش المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة